بعد حظر دام نحو سبعين يوما انطلقت اولى الرحلات الدولية من مطار السليمانية الدولي شمالي العراق وفقا للجدول المرسل من شركة الخطوط الجوية العراقية استئناف الرحلات جاء بعد اسبوع من اعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي اعادة افتتاح مطاري اربيل والسليمانية امام الرحلات الدولية بعد قرار الحكومة في بغداد غلق اجواء المطارين على خلفية استفتاء انفصال كردستان العراق في الخامس والعشرين من ايلول الماضي كل من القائمين على المطار والمسافرين في اول رحلة الى العاصمة الاردنية عمان عبروا عن سعادتهم بانفراج الازمة التي الحقت الاضرار بالمسافرين وبموظفي قطاع النقل في كردستان على حد سواء بعد رفع الحظر من قبل حكومة بغداد عن هذا المطار بدأت اليوم اول رحلة خارجية بطائرة الخطوط الجوية العراقية نتمنى ان تكون هذه الرحلة بادرة خير للمباشرة بجميع الرحلات الخارجية وحل جميع مشاكل المواطنين انه حدث مهم بانفراجة الازمة الاقتصادية والسياسية وعودة الرحلات الخارجية وتقديم الخدمات للمسافرين بصورة جيدة وتقليل المصروفات والاستفادة من الوقت انا سعيد لانها بادرة جيدة للجميع سلطات كردستان العراق اعلنت في وقت سابق ان مطاري اربيل والسليمانية تكبد خسائر مالية بلغت 400 الف دولار في اليوم الواحد منذ قرار الحظر الحكومي على المطارين بسبب ازمة استفتاء انفصال كردستان العراق سلطات مطاري اربيل والسليمانية تحدثت ايضا عن مطالبات مالية بلغت نحو 55 مليون دولار كديون على الخطوط الجوية العراقية وتقول ادارة مطار اربيل ان عدد المسافرين قبل قرار الحظر وصل الى 5500 مسافر يوميا الا ان هذا العدد تراجع الى 1400 مسافر بانخفاض بلغ 72% في غضون شهرين فقط